ما هي الابر الصينية وما هي فوائدها العلاجية وما هي الامراض التي تعالجها هذا ما سوف نعرفه معا في هذا الفيديو بعد فاصل قصير السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة توبتنات يعد العلاج بالابر الصينية من الطرق القديمة في المعالجة فقد اكتشفها الصينيون منذ آلاف سنين وقد تبين حديثا أن استخدامه يعد وسيلة فعالة لعلاج الكثير من الامراض وتخفيف الالم فالعلاج بالابر الصينية هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي تنطوي على تحفيز نقاط تشريحية معينة في الجسم باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات والتي تتمثل في اختراق الجلد بواسطة ابر معدنية رقيقة صلبة ثم يتم تحريكها بالأيدي أو عن طريق التحفيز الكهربائية وذلك بهدف التخفيف من الالم أما بخصوص الفوائد المرجوة من العلاج بالابر الصينية فهي تستخدم لتخفيف الالم بدلا من تناول المسكنات وتفيد المرضى الذين لا تستجيب أجسامهم للمسكنات كما تستخدم الابر الصينية في تخدير الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه التخدير الطبي الأمراض التي تعالجها الابر الصينية قد يساعد العلاج بالابر الصينية في علاج بعض من الأمراض ومنها ما يأتي أولا أمراض الدم والأوعية الدموية ومنها فقر الدم وعدم انتظام ضربات القلب وتسلب الشرين وضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخفض وتعب عضلة القلب ثانيا الصداع النصفي يسايم العلاج بالابر الصينية في تسكين ألم الصداع النصفي حيث يتم اللجوء إليها جنبا إلى جنب مع العلاجات الأخرى طويلة الأمد ثالثا آلام العضلات يسايم العلاج بالابر الصينية في التخفيف من الألم الناتج عن تقلصات العضلات وتسلب الأنسجة الرخوة من الجسم رابعا أمراض الجهاز التنفسية قد تساعد الإبار الصينية في علاج الربوة والتهابات القصبات الهوائية والسعالة ونسف الدم الرئوية والالتهاب الرئوية والانتفاخ الرئوية خامسا أمراض الجهاز الهضمية ومنها التهاب المريء وآلام البطن وآلام المعدة والغثيان والإسهال والإمساك والقولون العصبية والتهاب غشاء المعدة وقرحة المعدة سادسا آلام الظهر يساعد العلاج بالابر الصينية في التقليل من آلام الظهر وزيادة النشاط سابعا الأمراض النفسية تساعد الإبار الصينية في التخلص من إدمان الكحول وإدمان المخدرات والإدمان على التدخين وذلك من خلال حقن الإبر بالأذن ثامنا اضطرابات الدورة الشهرية عند المرأة الوغز بالإبر يساعد في علاج اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء والتخفيف من الأعراض المرافقة لها تنسعا آثار العلاج الكيموي يساهم العلاج بالإبر الصينية في التخفيف من الآثار الجانبية للعلاج الكيموي والعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان مثل الغثيان والسعال والحمى والتوتر والعصبية إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله